بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يقول علماؤنا العلام متى تعتبر مذنبا وتجب عليك التوبة يقولون تعتبر مذنبا وتجب عليك التوبة فورا إذا تحققت أربعة شروط أولا أن يكون المذنب قد بلغ سن التكليف الشرعي لأن غير المكلف ليس مخاطبا بالأحكام الشرعية ثانيا أن يكون المذنب عالما بحرمة ما ارتكبه من جرم وما اقترفه من معصية أي غير جاهل أو مخطئ به ثالثا أن يكون المذنب عاقلا حين إقدامه على المعصية وقد ارتكبها بكامل وعيه أي ارتكبها مع سبق الأسرار رابعا أن لا يكون المذنب مصطرا إلى ارتكاب المعصية والتلبس بالجريمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإذا تمت هذه الشروط الأربعة في مرتكب الزنب وقد تلبس به يصبح مذنبا من جهة شرعية وتجب عليه المبادرة إلى التوبة فورا هذه جابة على سؤال أحد الأخوات في مسألة متى يعتبر الإنسان مذنبا وعليه أن يتوب من ذنبه فورا برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام